سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جو جول معي. نحط هنتكلم عن مباراة امس مباراة آآ فالنسيا وريال مدريد هي مباراة في الاسبوع السبع وعشرين من الليجة الاسبانية. مباراة دي مباراة عصيبة جدا وكانت حماسية. وشهدت احداث انا اول مرة اشوفها في حياتي. اه هنتكلم عليها في نهاية الحلقة. اه يمكن اول مرة اشوف في كورة القدم حاجة زي كده تحصل يعني. اه المباراة طبعا تلعبت على ملعب اه وهو ملعب نادي آآ بالانسيا. اه وانتهت احداث هذه المباراة بالتعادل الايجابي اتنين اتنين ما بين نادي آآ بالانسيا ونادي ريال مدريد. بعد ما كان نادي ريال مدريد متأخر بجولين قدر انه يعمل كومباك ويرجع ويتعادل. اه آآ يخسر نقطتين همتين في آآ ليجة الاسبانية. آآ نادي فالانسيا لعب بطريقة اربعة اربعة اثنين. ونفس الكلام بالنسبة النادي ريال مدريد لعب بطريقة اربعة اربعة اثنين. ابتدى نادي فالانسيا مباراة بتشكيل مكون من جورجي رقم خمسة وعشرين في حراسة المرمى. خط الظهر عندنا اربعة ناحية اليمين بولكير رقم عشرين. ناحية الشمال خسي جاية رقم اربعتاشر. لعب اتنين قلبة اه ديا خابي رقم اربعة ومسكيرة رقم تلاتة. ولعب باربعة امامهم. آآ مريدة رقم تلاتة وعشرين. وبيبيليو رقم تمنتاشر. وجويرة رقم تمانية. وكانوس رقم سبعة. ولعب باتنين رأس حربة صراح. رومان آآ يارمتشوك رقم سبعتاشر. وهو جودورو رقم تسعة. اما نادي ريال مدريد فابتدى مباراة بتشكيل مكون من آآ لونن رقم تلاتاشر في حراسة المرمى. خط الظهرة عندنا اربعة ناحية ليمين كاربخال رقم اتنين. ناحية الشمال مندي رقم تلاتة وعشرين. نين قلبة فاع آآ روديجر رقم اتنين وعشرين. واتشاوميني رقم آآ تمنتاشر. ولعب باربعة آآ امامهم. فالبردي رقم خمستاشر. وتوني كروس رقم تمانية. وكامافينجا رقم آآ اتناشر. وبلينجهام رقم خمسة. ولعب باتنين آآ في الخط الامامي آآ رودريجو رقم حداشر وفينيسيس جونيور رقم سبعة. المباراة عايزين نقول كده ابتد بدلع من نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد نازل آآ بهدوء غير مبرر. آآ آآ مش فرقة ابدا عاوزة آآ آآ او متربعة على آآ آآ جدوء الترتيب اللي يجا وعاوز يفرق عن آآ نادي آآ جيرونا اللي بيلحقه. آآ آآ ففي الديقة آآ آآ سبعة وعشرين آآ قدر نادي آآ فالنسيا انه يختف الهدف الاول. آآ هجمة من ناحية الشيميل آآ يميل عن طريق آآ عن طريق آآ فولكير اللي يلعبها عرضية على القائم البعيد آآ تعدي من الناس كلها تروح لمريدة اللي شطها بالعرض بدل ما يشطها في المرمى شطها بالعرض ولكن يدخل آآ هو جدوره آآ ويحولها رقصية آآ آآ على شمال الحارس لونين ليتقدم نادي فالنسيا على نادي ريال مدريد بنتيجة واحد لشيء بعد سبعة وعشرين دقيقة من عمر المباراة. بعدها باربع دقائق وبالتحديد في الديقى واحد تلاتين قدر نادي آآ فالنسيا انه يخطف الهدف التاني آآ آآ كرة آآ ناحية اليمين مع دفاع نادي ريال مدريد آآ عن طريق آآ كرفخال اللي يرجعها كده بدلع لآآ حارس مرمى آآ كرة ضعيفة جدا وبطيقة جدا يدخل رومان آآ يارمتشوك وآآ آآ يخطفها ويطلع عليه لونين يرقص لونين آآ آآ ويعادلها على شماله ويحطها بشماله في المرمى الخالي محرزا الهدف التاني لنادي بالانسيا اللي يتقدم نادي بالانسيا على نادي ريال مدريد بنتيجة غير متوقعة بنتيجة اثنين لشيء بعد واحد وثلاثين دقيقة من عمر المباراة. بعدها ابتدى يفوق بقى نادي ريال مدريد في الديئة واحد واربعين هجمة آآ من ناحية اليمين لنادي ريال مدريد عن طريق فالفيردي اللي زادت بالكرة كده وقرب من منطقة الجزاء وشاط صاروخ أرض أرض آآ تروح على يمين الحارس اللي يطير ويطلعها ركنية ويضيع فعلا هدف مؤكد لنادي ريال مدريد في الديئة واحد واربعين حتى جاءت الديئة الخمسة من الوقت محتسب بدلا من الضائع في آخر ديئة في الديئة خمسين قدر آآ نادي ريال مدريد انه يخطف الهدف الاول ويقلص الفارق هجمة آآ منظمة لنادي ريال مدريد آآ تروح ناحية اليمين لآآ كارفاخال اللي العبها عرضية أرضية كده آآ داخل آآ السيكس يارد آآ يطلع حارس مرمى على الفاضي وتفوت منه وتروح لآآ آآ فينيسيو زيونيور اللي يحطها كده ببطن رجله آآ آآ على يمين الحارس محرزا الهدف الاول لنادي ريال مدريد لتنتهي احداث الشوط الاول بنتيجة تقدم نادي فالنسيا على نادي ريال مدريد بنتيجة اتنين واحد الشوط التاني كلام تاني طفان من نادي ريال مدريد آآ يمكن آآ ضغط كبير جدا لنادي ريال مدريد وهجوم شارس جدا يعني زي ما بنقول كده كان فين الكلام ده من الاول في ديئة خمسة وخمسين هجمة من ناحية اليمين عن طريق آآ مندي اللي مررها داخل المنطقة لآآ بلينجهام آآ آآ اللي آآ آآ يتخلص كده من آآ المدافع ويرقص ويحطها على شمال الحارس اللي يحط فيها رجله ويطلعها ويضيع هدف تاني مؤكد لنادي ريال مدريد في ديئة ستين آآ اخطر هجمة لنادي آآ آآ بلينجيا في الشوط التاني آآ كورة من ناحية اليمين تتلعب عرضية نموذجية له اآ آآ هوجو دورو آآ اللي يحطها بيمينه اللي كان مواجه للحارس تماما يحطها بيمينه ولكن يصدها الحارس لونين بقدمه ويضيع هدف تالت لنادي بلينجيا بعدها استمر التوفان من نادي آآ آآ ريال مدريد حتى جاءت الديئة خمسة وسبعين وجاء معها الهدف التاني لنادي ريال مدريد هجمة من ناحية اليمين عن طريق آآ كارفخال اللي يلعبها عرضية جميلة جدا تعدي من الناس كلها تعدي من حارس المرمى والدفاع وتروح على رأس آآ بنيسيوس جونيور اللي يحطها برأسه في المرمى الخالي محرزا الهدف التاني يمكن الفار كده شك انها آآ كرة آآ فيها اوف سايد ولكن لبعد لما رجعها لقى آآ آآ انه على نفس الخط مع مدافع نادي آآ بلينسيا واحتسب الهدف التاني لنادي ريال مدري بعدها مباراة اخدت طابع عصبي جدا وابتدى يبقى فيه خشونة جمدة جدا فيه المباراة حتى يمكن آآ مدافع نادي آآ بلينسيا خرج على نقالة وآآ في الدقيقة خمسة وتمانين ووصل كده زهول من الجماهير واللعبين اللي حطوا آآ ايديهم على رأسهم لان اللعيب آآ ما كانتش بآآ بيتحرك آآ آآ وبعدها يمكن آآ في الدقيقة سبعة وتمانين احتسب الحكم آآ راكل الجزاء لصالح نادي آآ فالانسيا ولكن آآ الفار يرجع الحكم ويقول ان اللعيب ما حدش لمسه داخل منطقة الجزاء وبالفعل هي فعلا ما حدش لمسه هو اللي حط رجله مع كرفخال وكعب لنفسه والحكم ما يحتسبهاش راكل الجزاء والمباراة تستات صعوبة آآ بعدها آآ آآ الحكم احتسب آآ يمكن آآ سبعة دقيقة وقت بدلا من الضائع آآ يمكن زاد لحد آآ الدقيقة الثمنة آآ وهنا بقى جاءت المشكلة اللي انا او الكصة اللي انا اول مرة اشوفها في حياتي في آآ كرة آآ كانت آآ هاجمة من ناحية اليمين آآ لنادي ريال مدريد عن طريق ابراهيم دياز البديل اللي يلعبها عرضية على رأس آآ آآ بلنجهام ويحولها رأسية في المرمى ويحرز الهدف والحكم كان بيصفر وهي كرة بتلاعب عرضية اول مرة اشوفها في حياتي يعني ان الحكم لما بيجي يوقف الكرة ممكن الكرة قوت الكرة بعيدة عن المرمى لكن الكرة مع العوبة عرضية وهي وكرة داخل المرمى الحكم بيصفر وهي كرة داخل المرمى عمرنا ما شفناها ابدا في حياتنا كرة زي ديت ويمكن حصل آآ مشدة جمدة جدا بعد المباراة آآ من لعبين نادي آآ ريال مدريد وجهازهم الفني وتم يمكن طرد كده بلنجهام آآ بسبب الاعتراض آآ الشديد على الحكم ويكن الحكم قال له يعني ايه آآ آآ كتب في التقرير بتاعه وكده ان آآ بلنجهام قال له ده هدف العين وآآ قررها اكتر من مرة فبالتالي آآ بلنجهام طبعا مش حيلعب المباراتين القادمتين لنادي ريال مدريد ولكن آآ الراجل كان ليه حق فعلا لان الكرة آآ كرة آآ في اللعب وكرة آآ بتتلعب خطيرة وحتى يمكن لما لعبها بالنجهام آآ في المرمى ودخلت على يمين الحارس الحارس نط عليها يعني الحارس راح عملت راية عليها يعني معنى كده ان الحكم مصفر في توقيت آآ قاتل يمكن خلاش اللعيبة حتى المدافعين ان هما يقفوا مسلا او او نقول مسلا ان اللعيبة وقفت والحكم بصفر فبالتالي خلاص الماتش انتهى عشان كده الكرة دي احرزت في المرمى لا الكرة دي كانت وهي في الهوى آآ وهو بيحطها آآ بالانجهام في المرمى الحكم بيصفر في واقعة اغرب واقعة شفتها في حياتي في كرة القدر آآ بهازي النتيجة يفقد نادي آآ ريال مدريد آآ نقطتين همتين في آآ الليجة الاسبانية آآ ولكن يظل متربع في المركز الاول آآ نادي ريال مدريد في المركز الاول آآ برصيد ستة وستين نقطة من سبعة وعشرين مباراة يلي نادي جيرونا آآ آآ تسعة وخمسين نقطة من آآ ستة وعشرين مباراة آآ يلي نادي آآ برشلونا آآ سبعة وخمسين نقطة من ستة وعشرين مباراة يلي نادي اتلك مدريد اتنين وخمسين نقطة من ستة وعشرين مباراة. ثم نادي اتليتك بالباو آآ تسعة واربعين نقطة من ستة وعشرين مباراة. آآ النهار ده ان شاء الله في مباريات مهمة في دوريات المختلفة. عندنا آآ مباراة اتليتكو مدريد مع نادي آآ ريال آآ بتيس آآ في تمام الساعة الخامسة والربع. يمكن نادي ريال اتليتكو مدريد ما عندوش حل خلاص او آآ ايه غير ان هو ينافس على المراكز الاولى في آآ ترتيب اللي جاء الاسبانية آآ اللي يضمن المشاركة في الموسم المقبل في آآ دوري ابطال آآ اوروبا او اليوروبا ليج. آآ بعد خروجه آآ يوم الخميس الماضي آآ على يد نادي اتليتك بالباو آآ بنتيجة كبيرة جدا في آآ كأس الملك بنتيجة تلاتة لاشيء وكان خسران هو في على ارضه في مباراة الزهاب بنتيجة واحد لاشيء. آآ فطبعا نادي اتليتكو مدريد لا بديل عن الفوز النهاردة. وعندنا النهاردة نادي اتليتك بالباو. هيستضيف نادي آآ برشلونة فيه تمام الساعة العشرة بتوقيت الكاهرة. وعندنا فيه مباراتين آآ همتين آآ آآ يعتبر آآ ديربيين كده فيه الكرة القدم. عندنا فيه برتغال بورتو. هيستضيف نادي بنفيكا في تمام الساعة العشرة ونصف بتوقيت الكاهرة. وقبلها في آآ الدوري للانجليزي بريمير ليج. نادي مانشستر سيتي هيستضيف نادي مانشستر يونيتد في قمة قروية المباراة دي فيه تمام الساعة الخامسة بتوقيت الكاهرة. آآ دي كانت آخر حاجة معنا النهاردة. ناركاكم في حلقة قادمة من جوة الجول مع يحيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر